دعين بداية نسأل إلى أين تتجه البوصلة السياسية في جلسة مجلس النواب السبت المقبل اعتقادي أنه لا تزال المعطيات أو المؤشرات التي أحاطت بالجلسة الأولى هي قائمة ذاتها لا من تغيير عميق في مستويات الاتفاقيات السياسية هناك خلاف شيعي شيعي أو اختلاف حول بعض الشخصيات وكذلك هناك اختلاف في المكون السني داخل المكون السني هناك عدم اتفاق واضح فيما بين الكتل السنية وهناك أيضا طعون قدمت إلى المحكمة الاتحادية حول الجلسة الأولى التي شهدت خلافات وتوترات ورفعت بدون أن تكون هناك مخرجات لهذه الجلسة واضحة للعيان فبالتالي الجميع كان بانتظار حسم المحكمة الاتحادية لرؤيتها حول شرعية الجلسة الأولى كذلك بعض القوى السياسية التي قدمت طعون حتى حول بعض السادة المرشحين فبالتالي القفز بدون أن تكون هناك رأي واضح من قبل المحكمة الاتحادية حول الجلسة المقبلة التي وضع على جدولها انتخاب رئيس مجلس للنواب باعتقادي هذه قد تكون ويعني عذرا على هذه التسمية لكنها جلسة مفخخة مفخخة بالأخطاء ومفخخة بقوانين أخرى يراد تمريرها بشكل أو بآخر يعني دون الالتفات لأهمية أن يكون هناك رئيس مجلس نواب قادر على إدارة المحكمة يدعو إلى التساؤل عندما نتحدث عن اختلافات ما بين الكتل وعندما نتحدث عن الطعون التي لم يبت بأمرها ولم تصدر المحكمة أي قرار إذن لماذا الدعوة لجلسة السبت المقبل ما الذي تعنيه هذه الجلسة في ظل عدم وجود اتفاق سواء في الخلافات الواضحة في البيت السني أو ربما البيت الشيعي وكذلك عدم رد المحكمة حتى هذه اللحظة لماذا إذن هل هذا يدل على أن هناك ربما قرار سيصدر قريبا من المحكمة لذلك بناء على ذلك ذهبت أو ذهب مجلس النواب إلى عقد جلسته السبت المقبل يعني بالتأكيد إذا المحكمة الاتحادية أصدرت قرار أو بتت بالقضايا المرفوعة راح تكون هناك خيارات محددة وبالتالي تحجم مسألة الخلافات وقد تتفق الكتل السياسية على رؤية لم نقل رؤية موحدة فعلى الأقل هناك تقارب فيما بين الرؤية السياسية المطروحة حول السادة المرشحين وحول دعم الكتل السياسية فيما بينها هناك انقسام واضح لا يزال يعني موجود وغير محسوم أنا بتصوري أنه هذا الإعلان عن هذه الجلسة يراد منه تبرير قوانين أخرى كما أدرجت ضمن الجدول أما فيما يخص مثلا الموضوع الذي شهده العراق وهو يعتبر من أهم وأسخن الملفات التي يواجهها في هذه اليومين الماضيين هو بالتأكيد المستجدات التي حدثت وطرأت على موضوع انسحاب أو جدولة انسحاب القوات الأمريكية فلا بد أن يكون هناك تفكير أو رؤية سياسية تقودها الكتل وتحديدا داخل الإطار التنسيقي في محاولة إلى التغطية على هذا الموضوع الذي قد يبدو شائكا فبالتالي التوجه إلى عقد جلسة في هذه الظروف وفي هذه الأثناء سيثير القلق المحلي كذلك من عدم وجود اتفاق كما أشرنا وكذلك هو يغطي على موضوع آخر هناك بصراحة هناك تخبط واضح بالإجراءات هناك تسرع وعدم مواجهة والقفز للأمام بدون أن نواجه الملفات الساخنة باعتقادي أنه حتى لو عقدت الجلسة فهي لن تكون جلسة لانتخاب رئيس أعتقد ستواجه خلل كبير كذلك لابد أنه نشير إلى أنه من الصعب جدا على الكيانات والكتل السياسية أن تجتمع مرة أخرى دون أن توحد الآراء وتتفق على بعض الشخصيات المهمة لإدارة المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر